أهلاً و سهلاً بكم في قناة بوسيق روشي أورو تنعمل مع بعض البلوزاتي نعمل مع لكية البلوزاتي بلوزة دي بتديني شغلي فيها من تحت بلوزة دي بتديني شغلي 25 غرزة سلسلة عملناها المقاس لارش كل واحد يعملوا المقاس اللي هو عاوزه بيتيسي اهم حاجة المقاس وبعد كده تعملي على اساسه بالشكل ده كده بلوزة المقاس لارش دي عملت معي ثلاث شلات ونصف بلوخيط خيط أليزة استخدمت معها إبرا مقاس تلاتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنبتدي ونعمل 20-25 غرزة سلسلة دي بلوزة المقاس لارش ترجمة نانسي قنقر 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 اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده وهرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهدل السلسل بالشكل ده كده ثلاثة سلسلة الثانية اللي عليها الدور غرزة عمود بلف ثلاثة سلسلة غرزة عمود بلف هنمشي الدور كل ده بغرز العمود بلف في كل السلسلة هنعمل غرزة عمود بلف بالشكل ده كده يعني هنمشي كل الدور بغرز العمود بلفها كامل للاخر وارجعلك تاني وارجعتلك تاني بعد ما خلصت السطر كله بغرز العمود بلفها وهقفل بمنزلقة ثلاثة غرزة سلسلة من ثلاثة الارتفاع اللي احنا كنا ارتفعنيها بالشكل ده كده وهرتفع غرزة سلسلة واحدة هتبقى ارتفاع الدور وادخل في نفس المكان وعمل غرزة حشر بالشكل ده كده هتبقى ارتفع عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهعد اربعة غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل في الخمسة وعمل غرزة حشر بالشكل ده كده كمان تاني هرتفع عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهيفوت اربعة غرز وادخل في الخمسة وعمل غرزة حشر واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمسة هادخل وعمل غرزة حشر اتنين تلاتة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى برتفع عشرة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعد اربعة غرز واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل في الخمسة وعمل غرزة حشر استعمل ثم اتنين تلاتة سبعة تمانية تلاتة وتنين تلاتة وبعد اتنين تلاتة برجع وفعت Smoke لن gets locked ياب sentence و نดفع 10 ت weil 7 bath ونقفل بمنزلكة في اول غرصة حشو بالشكل ده كده هنشتغل بقفل غرص دي بس نشوفها بالشكل ده هنعملها مع بعض كده بالشكل ده كده هنلفها كده مع بعض بالشكل ده كده هنشتغل هنا بالدائرة اللي احنا عملناها دي يعني هنلف الغرص مع بعض بالشكل ده كده ونشتغل فيها هنشتغل مع بعض دلوقتي هلف الغرص كده وهنشتغل في الدائرة دي خمسة عمود بلف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة تكون معايا بالشكل ده كده هنروح للسلاسل اللي بعديها برضو هنلفها بالشكل ده كده وهنشتغل فيها برضو خمسة عمود بلف تلاتة اتنين تلاتة اربعة خمسة تكون معايا بالشكل ده كده هنروح للسلاسل اللي بعديها برضو هلفها كده وهنشتغل في الدائرة دي خمسة عمود بلف موب اربعة اتنين ثلاثة ثاليطة اربعة خمسة تكون معايا بالشكل ده كده هنروح 브�وبن يقيم كده لنروح هذه التالية هنروح بالمعود بالشكل ده كده ونعمل في الدايرة دي خمسة غرزة عمود بلف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. يبقى بننفس تلاسل بكده. بنشتغل في قلب الدايرة دي خمسة غرزة عمود بلف. اتنين. الشكل ده كده. هكمل حد اخر الدور وارجعلك دين. كده وصلنا لنهاية الدور وهاقفل بمنزلكة في اول غرزة عمود عملتها. وارتفع تلاتة سلسلة. وهو من الغرزة عمود بلف. بس مش في نفس المكان في الغرزة اللي بعديها. في الغرزة اللي بعديها من الغرزة عمود بلف. يعني مش كده لنهاية الدور في كل غرزة غرزة عمود بلف. في الغرزة يقصب بلف. يجب ان يكون معيب الشكل ده كده. اصدق بالنهاية الدور وصدق بلف. في الغرزة الغرزة في الغرزة. كده سلسلة العمودة بلف. يجب ان تفهم. في الغرزة الارجعلك حد اضعين. هي التفهم في الغرزة المكان. جميل نهاية الدور وارجعله كتيني وارجعنا الكتيني بعد ما عملنا الدور كل ده بغرس الحشو وهنقفل بمنزلقة في ثلاث غرزة سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي احنا عملناها وهنرتفع سلسلة وهنعمل غرزة حشو في نفس المكان بعد كده هنرتفع عشرة سلسلة ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة وهنعد أربعة غرز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهندخل في الغرزة الخمسة ونعمل غرزة حشو يبقى السطر السطر ده كله هنمشي زي السطر ده كله هنمشي تكرار السطر اللي احنا عملنا ده وبقية الأدوار هتبقى تكرار هنعمل هنا هنعمل الدور ده وبعد كده هنلف الشغل كده في السطر في الدور اللي بعد ده وهنعمل في ده خمسة غرزة عمود بلفة وبعد كده هنمشي في كل غرزة غرزة حشو زي ما مشينا هنا بالظبط يبقى بنرتفع عشرة سلسلة وبنسيب أربع غرز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وبندخل في الغرزة الخمسة ونعمل غرزة حشو يبقى بنرتفع عشرة سلسلة وبنفوض أربع غرز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، في الخمسة بندخل ونعمل غرزة حشو وبنفوض أربع غرز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، في الخمسة بندخل ونعمل غرزة حشو وبنفوض المشيين كده لنهاية الدور، بنرتفع عشرة سلسلة ونفوض أربع غرز وندخل في الغرزة الخمسة ونعمل غرزة حشو هكمل لنهاية الدور وارجع لكم دين ووصلنا لنهاية الدور وارتفعنا عشرة غرز سلسلة وقفل بمنزلكة في أول غرزة حشو وإحنا عملناها سطر ده بقى هنعمل في ايه نفس اللي احنا عملناه في سطر ده ننسك الثلسل كده ونلفها بالشكل ده كده الشغل سيكون في الدائرة دي يعني مش بنشتغل فيها وهي مضبوطة، بنلفها كده بالشكل ده كده وبنشتغل قوة الدائرة دي خمسة غرزة عمود بلف ونلف الثلسل بالشكل ده كده ونلف الخطاع الابرة وندخل في الدائرة وهنعمل أول غرزة عمود بلفها كمان واحدة ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة مزقت ثلاثة ارتبoint قواتم زرطنا أيضًا ثلاثة ثلاثة زلط تسل backs نقفل السلاسل كده و ندخل جواها جوا الدايرة اللي احنا عملناها دي بنعمل خمسة غرزة عمود بلف شكل ده كده كل السطور اللي جايه دي تكرار للسطر ده اللي هي بنعمل غرز عمود بلف بعد كده بنعمل العشغة سلسلة وبعد كده بنفف السلاسل و نعمل فيها خمسة عمود بلف نعمل معيكو مرة تانية بنفف السلاسل بالشكل ده كده بندخل جواه الدايرة دي و بنعمل فيها خمسة غرزة عمود بلف ونفضل كماشين بكده لنهاية الدور هخلص الدور وارجع لكوتين ووصلنا لنهاية الدور وعلف السلاسل بالشكل ده كده وعمل فيها خمسة غرزة عمود بلفة وقفل بمنزاركة في اول عمود احنا عملنا الدور ده هنعمله زي الدور ده هنعمل على كل غرزة غرزة حشر وردفع ثلاثة سلسله وندخل في نفس مكان هندخل في الغرزة اللي بعدها ونعمل غرزة عمود بلفة وندخل في الغرزة اللي بعدها ونعمل غرزة عمود بلفة اشتركوا في القناة ونبدأ مكملين من نفس الطريقة لحد ما نوصل لنهاية الدور كل الأدوار اللي بعد كده تكرار لصف اللي هو الغرز العمود بلفة بعد كده منعمل 10 سلسلة ونسيب 4 غرز وندخل في الغرزة الخمسة ونعمل غرزة حشو وبعد كده في الدور اللي بعده بنقلب السلاسل وبعد كده نشتغل في كل سلسلة في كل دايرة خمسة غرزة عمود بلفة يبقى أفضل ماشي هكده لحد ما وصل للطول اللي أنا عاوزي وارجع لكم تاني وارجعت لكم تاني بعد ما وصلت للطول اللي أنا عاوزي بالشكل دا كده دلوقتي هنعمل اللي هو ارتفاع السطر قسمنا الغرز هنا قسمنا الغرز هنا عديت 40 غرزة وحطيت عديهم ماركر 40 هنا و40 هنا وحطيت 88 قدام و88 وورا هبتدي الشغل وهرتفع سلسلة وادخل في نفس المكان وعمل غرزة حشو هنشي كده غرز حشو لحد ما وصل للماركر اللي أنا عامليه كل غرزة غرزة حشو واحدة اشتركوا في القناة ورسو سلسلة وارجع لكم ووالنا اشتركوا في القناة 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 ارتفاع كم سلسلة ارتفاع كل واحدة على حسب حردة ايتو يعني للمائز ارتفاع حوالي 70 سلسلة ترجمة نانسي قنقر 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 ونطور نانسي قنقر عملنا سبعين سلسلة بالشكل ده كده هجيب الشغلة على دوش الظهر من قدام و همشي في كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده كده حد ما وصل للمركر اللي انا عملية و ادخل فيه و اعمل غرزة حشو و ارتفع نفس السلاسل اللي انا ارتفعتها هنا و اروح للمركر الناحية التانية و اعمل غرزة حشو و امشي برده كل غرز حشو زي ما احنا مشينا كده هعمل لنهاية الدور و ارجع له كده وصلت عند المركر بعد ما مشيت بغرز الحشو و ادخل في الغرزة اللي انا احط فيها المركر و اعمل فيها غرزة حشو و ارتفع سبعين سلسلة زي دولي لحظة 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 ترجمة نانسي قنقر غريب لحظة كن سين وION ارتفعت سبعين في السلسلة وفوت الغرز دي كله وأروح عندي الناحية الثانية اللي نحط فيها الماركر ادخل في نفس المكان وعمل غرزة حشو بالشكل ده كده وافضل ماشي كل السطر ده غرز حشو حد ما وصل لأول غرزة حشو احنا عملناها وادخل فيها وعمل منزلكة هكمل وارجعلكم تاني موصلت لنهاية الدور وقفل بغرزة منطلقة في اول غرزة حشو انا عملتها بالشكل ده كده باللوتي هرتفع سلسلة ارتفع لدور ده في نفس المكان هدخل وعمل غرزة حشو وفي اللي بعدي هدخل وعمل غرزة حشو يبقى صف ده كله همشي بغرزة حشو يبقى صف ده كله همشي بغرزة حشو وعمل في كل سلسلة غرزة حشو وعمل كده لنهاية الدور وارجعلكم تاني في كل غرزة غرزة حشو ورجعتلكم تاني بعد مخلصت بالدور بغرزة حشو كنت قلتلكم ان عدد الغرزة حشو 84 موضوع غرزة حشو هنا نسيب 30 موضوع وهنا نسيب 30 موضوع وهنا نسيب 30 موضوع كل واحد على حسب مقاس ودي مقاس وهنا عدد الغرز ستكون بنترح 225 موضوع من 60 موضوع هتكون معي هنا نص الغرز وورا نص الغرز بالشكل ده كده ونكون ارتفعنا السلسل بالحجم اللي انتو عادينه كما اردتها لكم المقاس اللي انا عدده انتو مش مقيدين به كل واحد يعمل المقاس على حسب المقاس اللي هو عاوزه وعلى حسب الجسم اللي هو عمله ونلف الشغل كده بالشكل ده كده عشان انا عايز اشتغل على الضهر عشان اشتغل اللي هي الدنتيلي يكون نازل اللي وورا كده وهتخل وعمل منزلكة في الغرزة اللي بعديها وهتخل خمسة غرزة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهتخل في نفس المكان وعمل غرزة عمود بلفة ثلاثة يبا اعملنا ايه؟ هكذا اننا التفعنا عمود بلفة بينهم اثنين سلسلة عمود بلفة في نفس المكان ثاني هفاوض غرزتين وهتخل في الغرزة التالتة وعمل غرزة عمود بلفة ثلاثة 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 يبقى بفاوض غرزتين ودخل في الغرزة اللي عليها الدور وعمل غرزة عمود بلفه سلسلتين غرزة عمود بلفه يبقى بالشكل ده كده يبقى بفاوض غرزتين ودخل في اللي عليها الدور وعمل غرزة عمود بلفه سلسلتين غرزة عمود بلفه في نفس المكان وفاوض غرزتين ودخل في الثالثة وعمل غرزة عمود بلفه سلسلتين غرزة عمود بلفه في نفس المكان ثم ثم نفوض غرزتين و اتخل في الثلظة و اعمل غرزة عمود بلفه ثم ثم نفوض غرزتين و اعمل غرزة عمود بلفه سلسلتين وغرزة عمود بلفة في نفس المكان نضغط غرزتين وندخل في الثالثة نعمل غرزة عمود بلفة سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان نفضل ماشين كده الاخر الدور هكمل نهاية الدور وارجع لكو تاني بعد ما خلصت الدور وقفل بمنزلقة في ثالث غرزة سلسلة بالشكل ده كده سنعمل في حرف الفيديو سأدخل وعمل منزلقة سأرتفع ثلاثة سلسلة سأعمل عمود بلفة في نفس المكان سأعمل ثلاثة سلسلة سأعمل غرزة عمود بلفة في نفس المكان سأعمل عمود بلفة أيضا سأدخل mutta السلسلة سأفعل حرف الفيديو السلسلة نحن منذ حرف الفيديو سأو receptor here نشعر حرف الice لولاق سأعمل غرزة 2014 سأدخل ولل tul evaluate عمود بلفة السلسلة سلسلتين 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 سوف تقوم بحرف الفي اللي بعديه معامل غلطتين عمود بلفة سلسلتين ثانين عمود بلفة سوف تقوم بحرف الفي اللي بعديه معامل غلطتين عمود بلفة سلسلتين ثانين عمود بلفة ثانين عمود بلفة أعمل معكم كمين ورستين عمود بلفة سلفلتين ورستين عمود بلفة أكمل نهاية الدور بمتنص الطريقة وأرجع لكم تلك نهاية الدور وقفل بمنزلقة في ثلاث غرسة سلسلة أعمل أيضا منزلقة هنا لكي أصل إلى هذا الفراغ أعمل منزلقة هنا أعمل منطلقة قوة الفراغ بالشكل ده كده أعمل أرتفع ثلاثة سلسلة أعمل كمان غرزة عمود بلفة في نفس المكان سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان غرزة عمود بلفة في نفس المكان قريبا وفرزة عمود بلفة سلسل التين الآن عمود بلفة في نفس المكان هروح لهارف الفيلي بعدي لهما سلسلتين اللي انا بسيبهم بعملهم بين الغرس وعمل غرساتين عمود بلفة سلسلتين وين عمود بلفة سلسلتين وين عمود بلفة الى توفرت الشكل ويأوموا بشكل نظر سأكمل النظر هذا القادم بالنهائية بشكل نظرة سأبدأ نظر يقوم نظرة وإنهائنا بطريقة بالنظر ونظر سأكمل نظرة ممتنين ثم نظرة يتحق لصنع ثالث غرزة سلسلة بالشكل هنا عملنا كم سطر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لو حاب تقليلي عن كده عادي ولو حاب تزوزي عن كده برضو براحتك ممكن تسيبيه كده ممكن تعملي فيه شكل غرزة تانية بالشكل ده كده وقفلنا هنا بمنزل كفتالة غرزة سلسلة هنرتفع غرزة سلسلة واحدة وهنعمل غرزة حشو في نفس المكان بالشكل ده كده وهندخل جوه حرف الفي ده لو حاب تعملي السطر ده عادي لو مش حابه هلوك هندخل جوه حرف الفي ده ونعمل عمود بلفه وهنرتفع ثلاثة سلسلة هنعمل هنا غرزة بيكو وهندخل هنا في بعد ما ارتفعنا الثلاثة سلسلة هنلاقي هنا فيه حرف فيه غرزة تانية فالثلاثين هندخل فيهم ونسحب الخيط وهنعمل غرزة حشو بالشكل ده كده هنرف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان وعمل غرزة عمود بلفه وارتفع ثلاثة سلسلة وادخل برضو في الفتلتين اللي نتقع عن العمود بلفه والثلاثة سلسلة وهنعمل غرزة حشو تسمع غرزة بيكو في الشكل ده كده وهندخل برضو في نفس المكان وهنعمل غرزة عمود بلفه وهنرتفع ثلاثة سلسلة وهندخل في الفتلتين دولي وهنعمل غرزة حشو هنرف الخيط على الابرة ونسخل برضو في نفس المكان وهنعمل غرزة عمود بلفه وهنرتفع ثلاثة سلسلة وهنسخل في الفتلتين دولي وهنعمل غرزة حشو تكون معي بشكل ده كده هنعمل غرزة بيكو في الفراغ وهندخل نعمل غرزة حشو هنا فهنعمل غرزة حشو وسنعمل غرزة حشو تكون معي بشكل ده كده الحشو هنحنبه لغرزةBCو وهنعمل غرزة بيكو ونعمل غرزة عمود بلفه سنرتفع ثلاثة سلسلة ونضع في الفتل ثانين دولي ونعمل فيهم غرزة حشو وهندخل في نفس المكان ونعمل غرزة عمود بلفة ونرتفع ثلاثة سلسلة وهندخل في الفتل ثانين دولي ونعمل غرزة حشو نقوم بـ نفس المكان ونقوم بعمل غرزة عمود بلفه نقوم بـ ثلاث سلسلة نقوم بضخفف في الفتلتين دولي ونقوم بغرزة حشو نقوم بـ لف الخطة الأبرة ونقوم بغرزة عمود بلفه نقوم بغرزة عمود بلفه سأدخل في الفتلتين أقفل في غرزة حشو هذا الشكل سنقفل هنا في غرزة حشو سنقفل 4 غرزة في كل حرف سنقفل بغرزة حشو فانك بالتظهرف ات sponsor اضاء احد في حرف غيره ثلاثة 29 سلسلة ثم فانك5 سلسلة وهو خلوف من خلوف قطع حشو ثم ان ارتفع ثلاثة 31 سلسلة ثم فانك5 سلسلة سأقوم بعمل غرزة عشرة سأقوم بخطاء الابرة وضخل في نفس المكان سأرتفع ثلاثة سلسلة سأدخل في الفتلتين دولي وضخل غرزة عشرة سأقوم بعمل غرزة عمود سأرتفع ثلاثة سلسلة أدخل في الثلاثين دولي و أقوم بعمل فيهم غرزة حشو و كده أتكون معي في الفراغ اللي هو حرف الفيدا أربعة غرزة بيكو و أقوم بعمل غرزة حشو في الغرزة و ده أقدر بسيط هنخلي الشغل شكله حل أدخل في حرف و و استخذ غرزة عمود بلفة ثم مستخدم إلى ثلاث سلسل و ده أفضل إلى غرزة غريفة و ده أريد غرزة عمود بلفة لده أود فحد دولي. وعمل فيهم غرزة هشرو. بلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان ثلاث مرة. بارتفع تلاتة سلسلة. وادخل في الفتلتين دولي وعمل غرزة هشرو. بعمل رابع مرة غرزة عمود بلفة. بارتفع تلاتة سلسلة. بارتفع تلاتة سلسلة. وادخل في الفتلتين دولي. وعمل فيهم غرزة حشرو. يبا كده تكون معي اربعة غرزة بكو. بدخل اقفل بغرزة حشو في الغرزة. يبا بنبدل ماشيين كده بنعمل في كل حرف بي. بنعمل في كل حرف بي اربعة غرزة بكو. بنقفل بغرزة حشو هنا. وبنمشي بنعمل اربعة غرزة بكو. بنقفل بغرزة حشو هنا. وبنبدل ماشيين كده لأخير الدور. بالشكل ده كده. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك للقناة. ترجمة نانسي قنقر